مرحبا النهاردة جاء لكم انا وكالبوزة كالبوزة رجع في حاجات استوقفتني في اليوتيوب العربي شفت فيديو عن كوريا الشمالية منصة اخبارية بتشارك فيديوهات عن اللي بيحصل في كوريا الشمالية و انا كنت اعرف حاجات اصلا يعني بين الحين و الاخر بشوف حاجات عن كوريا الشمالية اعرف ان في هناك شخص ديكتاتور هو ابن الحد ديكتاتور تاني وانه هو مقفل على البلد قوي لدرجة انه يعني الناس بتخاف تروح كوريا الشمالية في شركات سياحية او بتعمل رحلات ولكن رحلات محدودة جدا ومحسوبة جدا فانت يعني لو دخلت كوريا الشمالية بتروح اماكن معينة والناس اللي بتروح بيروحوا عشان يتباهوا وانه هما رحوا المكان الخطر ده وكمان عشان هناك الزمن توقف يعني ممكن تروح تلاقي حاجات من ايام الستينات والسبعينات هو منع اي حاجة جديدة او ان الناس تتواصل مع العالم او كده فدي حاجة انا كنت اعرفها عن كوريا الشمالية والحاجة التانية في واحدة كاتهربت من كوريا الشمالية ورحلة هروب صعبة جدا لحد ما وصلت امريكا وعملت لجوء هناك وبعدين كت بتحكي ازا ان هي كت مستغربة قوي موضوع انه الناس في امريكا عندهم ضاية حد ينشع في جلوتن فري حد بيأكل فيجان والكلام ده قالت احنا في كوريا الشمالية لو لقينا اكل يعني ده بيبقى نحمد ربنا انه في حاجة تتاكل وانه هي كان فيه ايام كانت بتاكل فيها ورق الشجر وكانت بتاكل حشرات يعني يروحوا جنب البيت دوروا على الحشرات يأكلوها لانه مفيش اكل والظروف صعبة وكده فدي حاجات انا كنت سمعتها عن كوريا الشمالية وعارفة انه هي عايشة في حالة انعزال وعارفة انه الديكتاتور هناك ممشيه مع العجين ما يلخبطهوش فلما شفت الفيديو ده وهما بيحكوا في الفيديو ازاي انه هذا يعني الدكتاتور يعني مانع الناس انها تشوف افلام او انه هما يصبغوا شعرهم يعني عامل زي الحاكم بامر الله اللي هو كان منع الملوخية فممنوع انه هما يشوفوا افلام او يصبغوا شعرهم والعقاب لو انت عملت حاجة من دي انه بيتم اعدامك فبس ادعو التعليقات تحت اشوف يعني الناس يا طرع في العالم العربي اكيد هيقولوا يا ايه ده الدكتاتور ده فضيع وكده بس لقيت حاجة مختلفة تماما لقيت الناس بيقولوا هو ده النظام اللي احنا محتاجينه في العالم العربي يا ريد ده يتطبق عندنا فانا استغربت انه هو مش من كم سنة كان فيه ثورة والناس كانوا معترضين ان فيه حكم دكتاتوري في العالم العربي مع انه يعني ما فيش الحاجات الصعبة بتاعت كوريا الشمالية دي فلما فكرت في الموضوع لقيت ان هما بتكلموا على ان هما عايزين يكون في العالم العربي حكم ديني دكتاتوري يعني انه تحكم بامر الله فعلا فهما بالنسبة لهم انه فيه ناس بتشوف انه الافلام حرام انه صبغ الشعر حرام فهم عايزين حد يطبق عليهم الحاجات اللي هما شايفين ان هي الصح ومش قادرين يلتزموا بيها دي حاجة انا مش عارفة افهمها بصراحة لاني انا لو شايفة ان فيه حاجة صح بعملها لو شايفة انها غلط ما بعملهاش بمنتهى البساطة يعني ولو شايفة انها صح ووقف العالم كله ضدي هعملها ولو شايفة انها غلط والعالم كله بيضغط علي ان انا عملها مش هعملها يعني انا مثلا مش بحط مكياج وده يعتبر يعني بتعرض طبعا لضغوط خاصة فترة رحلة بحث يعني الحب وشركة الحياة انه دايما الناس كان يقولوا طب انت لحطتي مكياج اكيد هتلاقي حد يعني يتجوزك وكده او لو مثلا عملت شعرك فأه يعني انا ما كنتش حاسة ان انا عايزة حط مكياج كنت شايفة انه ده من نسبالي انا غلط فمعملتوش رغم كل الضغوط فانا بستارة بالناس اللي بيبقوا عايزين حد يعني هم واخدين حريتهم ويقدروا انت معاك الريموت تقدر تشغل تشوف فيلم او ما تشوفش تقدر تشوف حاجة دينية لو عايز او ما تشوفش you are free واخد حريتك ولكن هو عايز يدي حريته الحد يقوله اعمل ده وما تعملش ده لانه هو مش قادر يتحكم في نفسه فده كان شيء يعني 90% من التعليقات تحت الفيديو ده بتاع كوريا الشمالية كانت بهذا الشكل لانه احنا عايزين النظام ده عندنا في العالم العربي الحكم به حد طبعا هيقولي انت مين عشان تقولي الكلام انا تريزة خليل كاتبة مخرجة افلام تسجيلية وعلى هذه القناة بشارك اسلوب حياتي افكاري حتياتي انا مهتمة بحياة صحية هادئة وعافية الحمد للان الحاكم بامر الله خلاص ما بقاش لي وجود واحنا دلوقتي نقدر ناكون ملوخية زي ما احنا عايزين الناس عندها حرية ومش عايزاها تاني حاجة استوقفتني في اليوتيوب انتوا عارفين طبعا اندروتت عزيزي اندروتت اللي انا بتابعه وعملت فيديو عنه اللي هو اندروتت اتعلمني اندروتت اتقبض عليه في اواخر السنة اللي فاتت قبل رأس السنة على طول ملحقش يحتفل برأس السنة والحقيقة انه انا كنت متابعة كل الفيديوهاته من قبل كده وكنت عارف انه كان عنده بيزنس اللي هو بتاع اله انه بيجيب بنات وبيدربهم يعودوا قدام الكاميرا عشان يغروا الرجالة وكده الحاجة اسمها ويبكام بيزنس يعني وده كان السبب انه هو عمل فلوسه في الاول وانا كنت بعتقد انه خلاص بطل يعمل موضوع ده دلوقتي المهم انه في رومانيا هو اصلا ساب انجلترا وراح عاش في رومانيا كان دايما بعمل فيديوهات بيتكلم فيها على ازاي انه هو السبب في كده انه ما كانش راضي عن صعوبة القوانين في انجلترا فكان عايز بلد تكون الحياة فيها سهلة اكتر وكان بعمل فيديوهات يتكلم فيها عن ازاي انه في رومانيا انا ممكن اقرشي البوليس ممكن ادخل لو لهم عايزين كام وتسيبوني لو يعني افضوا علي وكده فكان دايما بعمل فيديوهات يستهين فيها بالشرطة الرومانية وبالقضاء الروماني وكده يعني فدلوقتي طبعا اتقبض عليه من قبل الشرطة الرومانية ويبدو فيه احتمال من اتنين هو متهم بحاجة اسمها human trafficking حاجة ما كنتش عارفها بصراحة قلب البشر ما عارفش ايه قلب البشر بس الفكرة انه هو بيجيب بنات او سيدات وبيقولوا انه هو بيسيطر عليهم وبيخليهم يعملوا حاجات ضد ارادتهم وانا كنت بشوف انه يعني هو من واقع فيديوهات اللي كان بيشاركها وزي ما قلت كان عنده كورس بيعلمك فيه ازاي تخلي المرأة تعملك اللي انت عايزه فانا كنت بعتقد انه مادام المرأة بتعمل الحاجة بالرضاها فده عادي ده مش تهمة يعني مش جريمة يعني ففي القضية دي ما عبدأت اكتشف انه فيه حاجة اسمها human trafficking وفيه حاجة اسمها lover boy method او طريقة الولد الحبيب وبيقولوا انه اندروتت بيستعمل طريقة الولد الحبيب فيه جلب البنات دول لرومانيا وبيخليهم يعملوا حاجات منافية يعني او جال زي تعتبر يعني مسموح بيها ولكن انه ان هو بيزاي بيسيطر عليهم او كده بطريقة lover boy method دي وهو كان شارك في فيديوهات قبل كده كان بيحكي فيها ازاي ان انت لما كان بيدير الwebcam business ده لازم ان انت تنام مع البنات اللي بيشتغلوا عندك لان طالما انت مارست الجنس معاهم فهم كده بقوا تحت سيطرتك لو سبتهم يمارسوا الجنس مع واحد تاني فهيبقوا تحت سيطرته وهو مش عايز كده وبعدين لما عدد البنات كبر وبقى 75 بنت ما كانش قادر يلاحق فرجع يصغر العدد اكتر عشان يعرف يتحكم يعني بس انا كنت بعتقد انه ده كان زمان انه ما بيعملش الكلام ده بعد ما بقى غني يعني ففي احتمال من اتنين اما انه يكون التهمة حقيقية وهو فعلا نتيجة للماضي بتاعه يعني ممكن انه يكون بيعمل كده والحاجة التانية انه يكون بسبب الفيديوهات اللي عملها وكان بيستهين فيها بالشرطة الرومانية وازاي انه هوا ممكن يشتريهم وانه ده الناس فسدة يعني وممكن يتريشوا كده ولكن مش ده العجيب في اليوتيوب العربي العجيب في اليوتيوب العربي هو انه في نياس لما اندرو تات اعتنق الاسلام مؤخرا طبعا بقوا ماشيين بطريقة انصر اخاك ظالما او مظلوما فبقوا فيه قنوات بدأت متخصصة في اندرو تات فقط وغالبا قنوات دينية اصحابها ناس يعني على مقياس التدين يميل والى اقصى اليمين فهوما مع النقاب ومع المرأة تقعد في البيت والكلام فامتابعين يعني بازلين مجهود كبير جدا في متابعة قضية اندرو تات وبيجيبوا فيديوهات وايه اللي حصلوا والمحامي بتاعه وقال ايه وعملين يترجموا بالعربي يعني يجيبوا بالكليبات دي ويترجموها عربي عشان انصروا اخاكم اندرو تات اندرو تات فاللي حصل مؤخرا اندرو تات كان عنده محامي روماني والمحامي انا شفت له لقاءات بصراحة كان موديف دهية يعني كان طول الوقت يقول نحن نسق في القضاء الروماني ونسق فما كانش يعني ما كنتش حاسة ان هو بيدافع عنه في حاجة وكان عمالين يجددوله حبس جددوله حبس جددوله حبس فالمهم فاندرو تات راح دلوقتي وكل محامية امريكية المحامية دي لها خبرة سابقة في قضايا الاقتصاب وكده وكانت محامية مايك تايسون فده ده احد الاسباب والسبب التاني انه لما انت تكون متهم في قضايا الاقتصاب فيفضل ان انت تتوكل محامية سيدة يعني فهي تدافع انه بصوا انا سيدة وبدافع عن هذا الشخص وشايف ان يعني بريء فلما جاءت المحامية دي الناس اللي عندها القنوات اللي هي بتدافع عن اندرو تات وعن الطريق الصحيح في الالتزام بالتعاليم الاسلامية وكده فبقوا في حيرة بقوا مش عارفين يعملوا ايه لانه هم قنواتهم المفروض ذكرية بحتة ما فيهاش حال يعني لا الستات المفروض في البيوت فلما جاءت المحامية دي وبعت تدي تصرحات والستة عاملة شغلة حلوة جدا اولا رفضت الزيت جدد له حبسه ولم يتم توجيه اي اتهامات لي لحد دلوقتي اتهامات واضحة وصريحة وانه ده يخالف القانون الدولي وحقوق الانسان ويخالف القوانين في الاتحاد الاوروبي فهي عاملة شغلة حلوة جدا فالقنوات عايزين يشيروا الحاجات اللي هي بتقولها بس ده يتعارض مع فهمهم لان المرأة المفروض تكون في البيت ومحدش يشوفها وكده فعملوا ايه بقوا يعرضوا انتربيوهات بتاعة المحامية دي ولكن يغلوشوا يعني يحطوا يغطوها لما نزلت عرض تعليقات تحت لقيت واحد بكتب تعليق بيقول للراجل يعني انت ليه مغطي نص الشاشة مش شايفين حاجة وبقى واحد تاني يرد عليه وقال له انت شكلك داخل عشان الحريب واوه it's so funny so funny وعجيب يعني الكوميديا السوداء ثالث حاجة بقى استوقفتني في اليوتيوب العربي عجيبة جدا اوكي انا ما كنت في مصر كان في شحاتين في القاهرة في الشوارع لو حسن قليلة تمنع بلاو كتير إلهي مش عارفة يفتح لك ايه ويعمل لك ايه وبعدين تديله حاجة فيعود يدهي لك وكده وبعدين لما لو احيانا احيانا لو ما ديتوش ممكن يدع عليك بس يعني هو ده كان النظام مثلا في شرم الشيخ انا ما كانش فيه شحاتين لانه عشان توصل شرم لازم بتعدي بكماين وكده فصعب ان شحات كان يوصل شرم الشيخ ولكن قاعدة بتفرج على اليوتيوب العربي وشوفت سيدة في صعيد مصر ودي حاجة جميلة جدا انه احنا نشوف الصعيد بيطلع في اليوتيوب هي ست مغطية وشها عندها بنتين بتشوف بيتها الصعيدي وانا لان انا اصلا عيشت في الصعيد فترة فانا عارفة الاجواء دي كنت سعيدة انه في قناة يعني بتعرض توريك الدنيا في الصعيد العيشة عاملة ازاي فهي بتعمل حاجات اللي هي مثلا بتطبخ بتنظف باي حاجة بتصورها بالموبايل بتاعها لحد كده ما فيش حاجة يعني تمام حلوة جدا العجيب بقى ان هي اسلوبها في تقديم المحتوى ده بتلجأ فيه ليه اللي انا بشوف النشحاتها اللي هو يا جماعة انا تعبانة وعند الضغط وعند السكر والظروف مش عارف ايه وإلى هيخليكم بجمع وحب بشكر ام احمد من العراق اللي هي بعتت لي مش عارفة ايه هي ربنا يفتح عليك وبتكمل بقى الدعاء وكده فهو نوع من انواع الشحاتة بس الشحاتة على اليوتيوب وده الشيء يعني عجيب جدا انه دلوقت التكنولوجيا اصبحت في يد الجميع فاصبحت التكنولوجيا كمان تستخدم في الشحاتة واللي خلاني عود بقى افكر في الموضوع انه اوكي يوتيوب عنده نظام اللي هو اتجوين ان انت او معرفش اسمع ايه بالعربي اذا كان بالعربي انضمام او حقا كده انت ساب للقناة ان انت ممكن لو في شخص بيعمل محتوى انت شايف انه مهم وعايز تدعمه مثلا او حد معجب به وعايزه يكمل في الشغل اللي بيعمله لانه انك تعمل محتوى بياخد وقت وبياخد مجهود وبالتالي تقدر انك تنتسب للقناة وتدعمه فيه كمان باتريون وانا عندي الحاجات دي عندي باتريون عندي جوين يعني عندي طرق لدعم القناة وقعدت افكر هل انا كده اكون كمان بشحت يعني ايه الفرق بين هذه السيدة اللي بتعمل فيديوهات بسيطة ولكن متمحورة اكتر حوالين الشكوى وانه حالتها صعبة وانه محتاجة مساعدات وازاي يعني ايه الفرق طب انا كمان بقول اللي يحب ان يدعم يعني في اي فيديو بقول اللي يحب ان يدعم القناة كل طرق اللي عامه في صندوق الوصف فهل انا كمان بشحت فعطى افكر انه ممكن يكون انه اوكي انا عندي ميشن فاعتقد الفرق هو ان انا عندي حاجة عايزة وصلها يعني عندي فكرة ما عندي انتاج ما كتب وافلام وكده هو ده اللي بطلب يعني الفكرة ان انا بعمل حاجة وعشان كده انا عايزة لها دعم بالنسبة لها هي هي ما بتقولش او هي ما بتعملش حاجة وبتعتمد اكتر في الكلام بتقولش مثلا يا جماعة ادوني فلوس عشان انا مثلا عايزة اعمل محتوى افضل او عندي مثلا فكرة كده عايزة اعملها ابتقول يا جماعة انا عندي الضغط والسكر وعلاج السكر بيتكلف مش عارفة ايه وولادي وبحاول وربنا يسهل ويلا هي يصطرها عليكم فممكن يكون ده الفرق ان انا عندي حاجة بطلب الدعم لها لكن هي بتطلب الدعم للمساعدة في المساعدة لها هي عشان تعيش مثلا وده انا مش عارفة حد دلوقتي هل ده اوكي ولا مش اوكي لان انا مش هفتوش في المحتوى الاجنبي بصراحة انه حد يكون وبيبتح قناة على اليوتيوب عشان الناس يعني تعملوا معرفش يعني يدلوا فلوس وكده وانترا ايوكو اي 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 Tennessee انانا خلاص فدؤورンال 3 حاجات في اليوتيوب العربي انا انا شاهتو ان هم من العجائب ايه طرف اليوتيوب العربي اللي انتو حاسين انه غريب او حجيب او كده طبعا نهيك عن التعليقات اللي دايما بتبقى ايا كان محتوى القناة ايه تلاقيت دايما تعليقات نصوص ايات دينية او ملهاش اي علاقة بمحتوى الفيديو المحطوط او طلبات للصلاة على النبي او سبحان الله وبحمده يعني حاجات محفوظات كده بتكتب تحت برضو مش بلاقيها في المحتوى الاجنبي انو حد يكون مثلا لقيت سيه مثلا حد عمل فيديو عن كيف تفتح مشروع مثلا بان حد رح كتبله تحت بيت شاعر مثلا او حاجة ملهاش علاقة بالمحتوى يعني محتوى الفيديو اللي بتقدم انا لما بيحصل لي كده انا فيه وقت بحاول اجاب فيه على التعليقات وكده فانو بلاقي تعليق كده ببقى مش عارف اقول له ايه فما بقولش او احيانا انا اقول له هو ده ايه علاقته بالفيديو وبس النهاردة يوم مشرق في كرواتيا مش عارف اذا ده هو الاحتباس الحراري ولا ايه ولا التغير المناخي بس يوم جميل في كرواتيا مش ميس وانا لسه صاحية من النوم ولو عايزين تعرفوا ايه اللي بعملو في يومي اكلت ايه عملت روح تفينجت مني بتقدر تابعوني على انستغرام والرابط في صندوق الوصف ويا طاري عارفين كالبوزة الناس القدام في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة